نفسكم في حاجة حلوة وتكون سريعة كده وبالمكونات اللي عندكم في البيت من غير ما تنزلوا تشتروا ولا تكلفوا ولا تجيبوا حاجات غالية هنعمل النهاردة بقى حاجة سريعة وطعمها حلوة قوي واقتصادية لأقصى درجة كمان ننص كوباية زبدة أو سامنة نحطهم على النار كده ننص كوباية من الدقيق ونقلب دقيق لمدة تقريبا تلات دقايقين خليه استيولي لحد ما يطلع ريحته كده بقعه برا عشان خاطر يبرد تماما وبنحط عليه لتر من الحليب الساخن يعني ديهم تقليبة كده بس يبتدي يتقل هنحط في فانيليا نص كوباية من السكر ونقلب لحد لما السكر يدوب خالص ويليبقى في طباق أو في كاسات زي ما انتوا عاوزين ونجهز بقى طبقة تانية كوبايتين لربع من المياه معلقتين كوبار من النشا نقلبهم لحد لما النشا يدوب خالص وتحطوا على جنب كده كوباية من السكر نحطها على النار وين يبتدي نكرمل السكر كده اول ما يبتدي ياخد لون نقلبه عايزينه ياخد لون فاتح كده هودا يننزل عليه بالمياه والنشا اللي احنا مدوبينهم مع بعض واحدة واحدة كده بالتدريج ويغلي شوية كده لمدة عشر دقيقة تقريبا ولا حاجة لحد لما قوامه يتقل ويبقى عامل زي قوام الجيلي او المهلبية كده هنحطها بقى على الخليط بتاعنا طبعا حنسدناه الاولية ده شوية كده ويجمد ويعمل وشه من فوقه بيكان حط عليه الطبقة التانية وبس كده بجد طعمه حلو قوي